ترجمة نانسي قنقر ولكنت معدي من جديدة في المنزل ومع ذلك ومع ذلك لا تقلقوا أصبحت منهم لأنهم كانوا في حالة مساكن فاسقين ومع بيبية ومع بيبية ومنذ حرس ومع ذلك ومع ذلك وكان عندي اتصال، حتى انا حضرت لك اخت نشنال ديالي البارح وكان عندي اتصال، يعني جاري في الصباح، انا كم جاري في اتصال ما غادش نجي ما غادش نجي، فهمتيني ولا لا ما غادش نجي، ده باب اللي جيت، يعني، خطلعت الفوق، كان تفاجأ عوداني انا ما شئ، كانت تفاجأ، انني جي نقادي واحد الواجب ديال المواطنة يعني كنتشوف الناس داخلين ودخلوا قدامي وانا تحبس انا ما صحفية، ما جمعوية، يعني البارح كان عندي المدير الامن جهتا الهناية وقال لي انتي لي غا ترجعي، يعني انتي لي حتى لك اقتنص فنال ديالك لاد الوليدات هتنتي لي بشي اومن جديدة، في الاسعاف ديال جديدة ويعني بللي كانت جيه اليوم، ما خلونا شبناهم مهم، انا جدي اخبار الحمد لله من عدناس بصباح ببق تليفون قالوا لي ان انا راها شوية البنت شوية، والولد الاخر شوية، والوليد صغير، ورلي الحالة دياله فاعل جمعويه وتسيدة، طريننا ننهزوا كل شي على المسارف ديالنا، وق Leonos وقلنا هذه الرحل، ليس ليش لإعطائنا نشي واقتنا من يؤكس يقولك انتا خدي، كيفاش انتا خدي شوية.. انا شوفوا بالترالي، انا، في قلت ندخل بك واجهة اراع حاندخل كالصحفية، كالأستادة، كانت حقي، ولكن لا ننبغيش ندخل بهذه الطريقة، أنا في فاعلة، كمواطنة مواطنة أن اليوم هاد الوليدات ووليداتهم غدا غيكون ولدي غيكون ولد صاحبتي غيكون ولد أختي هادشي علاج جينة ما يقولك لا بغين تصور ولا بغين تشي حاجة احنا يا احنا مواطنين كغيرة عن البلاد ربما بغين تصور وما بغين صحافة أنا فاعلة جمعوية وعندي جمعية وبحق قندوي ولكن ما قندويش قندوي كأستاذ أمور بيات أسيال هادشي لاش قندوي اشتركوا في القناة